نحن المفروض نروح بآلية بطرح آلية لتتبناها القمة العربية آلية معينة لعودية اللاجئين مطالبين بشكل جازم وقاطع بعودة اللاجئين طبعا الآمن وكذا وحسب شروط معين ولكن بآلية معينة محددة بالزمان محددة ماليا لأن العودة بدى تمويل التمويل ما بيصير أنه عم بتم بلبنان وكأنه المطلوب يبقوا بلبنان عم نمويل كلها تبقوا بلبنان لا مطلوب تمويل العودة طيب بهالنقطة بالزات إذا بدك تحكي شواء بملف النزوح بقمة عمان لبنان كان غائب بهذا الموضوع ولم يطرح شيء عملي وفعلي طيب وجامعة الدول العربية أو القمة العربية ما أخذت مبادرة منها عندياتها لتطرح فعلا آلية معينة اليوم فرنسا لسوق الحظ يعني ما عم يحكمها باعتقد حكامها ما عيدوا الحكام يعني المدركين لا للتاريخ ولا للدور الفرنسي ولا لعظمة فرنسا طيب معا للوزير فرنسا اليوم فرح حسابات حسابات مجددا فرنسا حسابات ضيقة اقتصادي فرنسا اللي عرفناها تاريخيا ما عيد إلا علاقها بفرنسا الحالي فرنسا الحالي ما فيها رجال كبار آخر رجل عظيم كان دو جول في فرنسا ربما ربما ميتران إلى حد معين وبعده بالنتيجة انقرضت سلالة الكبار في فرنسا بالنتيجة الغرب وأوروبا وفرنسا بشكل خاص عم يفردوا على لبنان استيعاب هؤلاء طارة لازم نص المدارس تكون من المواطنين السوريين طارة لازم الأساذي يكونوا سوريين طارة لازم تعلمونه وطببوهن متجاهلين انه جزء جزء من الأزمة الاقتصادية اللي عم بعيشها لبنان ناجي عن هذه اللوجياة إسرائيليين عملوا مناورات من مدي وبعتقد انه ما حصل الأمس هو رد على هذه المناورات والإسرائيليين من حين الى اخر هلأ ما بدي فوت بين قبل عم بهدد التاني ولكن عم بهددوا ايضا الى اخير هذا نوع من رسالة انه نحن عنا ما يكفي من القوة كي لا نرضخ للتهديدات من المفترض انه الدولة اللبنانية يكون الى يعني يكون واضعة بوجود رئيس جمهورية بوجود حكومة يعني حكومة وطنية الى اخرى واضعة ما يسمى برؤية دفاعية تحدد بالنتيجة شو حجم السلاع وشو نوعية السلاع مش شو نوعية وشو يعني شو مهمة هذا السلاع وبأي ظرف هذا السلاع يمكن أن يتدقل أو أن لا يتدقل أرهيس